اشتركوا في القناة برصة الكلام وبداية الاسبوع واسبوع مليان بالاحداث والامور المتفرقة ما بين فن وسياسة ورياضة لكن لما تيجي تبص على برصة الشخصية الاكتر نشرة على المواقع الاخبارية تقولك ان الكلام شوية لايت اكتر منه جاد ازاي بهاء طاهر طبعا الاديب الكبير وفاته يوم الخميس مكملة معانا للنهاردة لكن كمان بسبب تصريحات قيلت عليه وعنه خاصة اللي قالته الكاتبة صافي ناز قازم على صفحتها واثارت الكثير من الجدل مؤمن زكريا تخيالوا اللاعب الاكثر اهتماما هو مؤمن زكريا لا هو كان بيلعب مع الاهلي ولا كان بيلعب مع الزمانك لكن لقطته في المباراة كانت اكثر اهتماما شرية عادل الممثلة كانت موجودة على النشر ليه لانها جوزت وكذبت مع طارق صبر الجميل طارق صبري طالق فانا جميلك عليهم ربك عمري دياب على خلفية غناءه امس فيه حفل خمسين سنة علاقات ديبلوماسية ما بين مصر والامارات وكمان حسين الجسمي كان موجود واه ايلو ماسك اه ايلو ماسك في قيمة الشخصات الاكثر نشرا بسبب اتمام صفق تويتر ومعانا برضو بعض التفاصيل عشان نفهم يا راح فين تويتر طيب تعالوا بقى نبص على ايه اكتر القصص واللي كان مطار اهتمام النهاردة في افتتاح الملتقى والمعرض الاول للصناعة في مصر اكتر تصريح اثار الجدل هو تصريح السيد الرئيس لما قال فكرت افتح مكتب واستقبل طلبات انشاء المصانع فكانت الناس بتكلم على فكرة يعني ده قد كده فيه روتين وقد كده فيه تعئيدات فهو بيتولاها بنفسه طبعا لشان كده هو فاهم المشكلة فيه فكان دي من التصريحات اللي كان عليها اهتمام كبير جدا والتصريح التاني برضو اللي كان عليه اهتمام جدل كبير جدا وده مكمل معانا من يوم الخميس من بعد تحريك سعر الدولار وحالة من الجدل على المواقع التواصل بسبب زيادة الاسعار لبعض المنتجات وبعض المحلات بدأت تزود اسعارها لكن فيه هنا حصل بقى رد فعل سريع طبط المصطفى مجبولي قالك لن ناسبح باخفاء السلع او المبلغة في اسعارها وفي اجتماعه مع مجلس المحافظين قال انه هيتم التجديد على الاسواق وكمان ووجه جهاز حماية المستهلك انه هيفعل شغل على الارض والشكاوة كمان احنا عاملين هنا عاملين مهامة ظريفة كده ليه علاقة بازاي توصل لجهاز حماية المستهلك طيب عندنا محمد زيكي سويدي رئيس تحدي الصناعات قالك اسعار السلع ستنخفض خلال الشهرين بعد قرارات البنك المركزي رئيس بنك مصر محمد الاتريبي قالك كمان ان في تعويم 2016 لو انتوا فاكرين الدولار كان وصل لـ 18 ثم تراجع تاني وصل لـ 20 وتراجع تاني لـ 15 بعد 3 سنين فالعقوبة بعد اتفاع سعر الدولار حبس والغرامة عقوبتان للتجار محتكل السلع في الأسواق بشكل شخصي هقولك حاجة عشان نبقى تحيي في اليومين تحت ألفات دول انا جربت بشكل صفتي يا خير ونزلت على اكتر من مكان وفي اكتوبر وفي وسط البلد لا في اماكن كتير زودت الاسعار وكأي مواطن صالح عملت شكوى ومنتظر نتجيتها محدش يقول لجازل لحمية المستهلك ان انا عملت الشكوى بس عملت الشكوى طيب لو انت عايزين بقى تعملوا زيي ولقيتوا اي سلعة اي مكان بس انت موقن ان تم زيادة الاسعار بلغ مباشرة انا عندك البريد الاكتروني info at cba.gov.eg وعندك تطبيق الواتساب بتاعهم 0 15 47 49 بس تطبيق الواتساب وده بقى يعني كلمة لجازل حماية المستهلك تطبيق الواتساب مفروض ابلغ بيه لكنهم عامنين واخير عبارة ان انت تبعث في اجيلة معلومة بس مفروض يبقى فيه تفاعل خد يعني خد الشكوى فهو عاملينه مجرد يعني شات للكلام بس لكن الخط الساخن بقى امانة شغال اه وده اللي جربته من اول مكالمة سبحان الله مصدقتش يعني بس هو ما فعلا عنده حصل 19 5 82 فارجو اي حد لقى سلعة فيها مبلغة في سعرها او كان سعرها حاجة وبعد كده بقى حاجة لان ده تلاعب في الاسعار ليه لان اكيد لو فيه سعر هيزيد وان كانوا التجار مفروض كتير منهم زودوا الاسعار في الشهرين تلاتى اللي فاته لكن لو فيه زيادة هتتم مفروض زيادة على الاستراض اللي هو بعد شهر شهرين طيب تعال بص ردوك الفعل على الشباكة الاجتماعية بها بيقولك اسعار السلع كلها زادت تقريبا 100% واكتر الفترة اللي فاتت وحجة التجار انهم حاسبين الدرع على 25 فمهم جدا ناخد بالنا فيه رقابة كويس فيه برضو حد تاني بيقولك اللي كانوا حاسبينه على 25 لما كان السعر الرسمي 19 اكيد هيزودوه اما السعر الرسمي يكون 24 وفيه حد يقولك لا طبعا السعر الرسمي لما يوصل 24 مفروض مش هيبقى فيه سودة وده اصلا الهدف من تحريق سعر الصرف ان سعره رسمي يبقى معبر عن قيمته الحقيقية انوي قضية مهمة جدا وارجوكو الفترة الجاة دي لازم يبقى فيه اهتمام مننا احنا ان احنا نبعت لجالس حماية المستقلق نبعت لمركز مجلس الوزر اه ما تسيبش حقق ايه؟ ما تسيبش حقق ما تسيبش حقق لساعد الاجهزة انها توقف كل واحد عند حد اتمنى ده طيب نيجي بقى ناخد ايه القصص بقى اللي اثارت الجدل كتير نهارة الصبح فجئنا لقينا الفنان عادل امام ترند على فيسبوك وعلى تويتر الاشاعة ده مهت ايه للرخم لكن المرة دي قلنا لا لازم بقى نحقق بشان سيبها بقى لازم نحقق ونشوف اصلها وفصلها ايه؟ طيب لما لقينا لقينا عبارة عن مجموعة من المنشورات بنفس السياغة ونفس السياغة وطريقة واحدة بالضبط نفس السياغة ونفس المعلومات يا خير لما حققنا فيهم كمان ابو تعالى بقى صفحة اسمها المستغفرون واحدة تانية اسمها زهراء مش عارف ايه زهراء ميد نصر في واحدة اسمها رحمة طالبي لما بصنا عليها واحدة من الفعالين في تونس فبرضو مش فاهم يعني ايه اهمية ان حد في تونس ينشر منشورات على كذبة واخدوا بالكم اللي لقيناه كمان يا خير ايه بقى المنشورات دي وكلها بتكلم على اشاعة وفاة عادل امام كمان معاها بعض التغريدات وبعض المنشورات اللي ليه علاقة بـ 11 نوفمبر والقلق اللي اللي اخواننا عايزين يعملوا عن تونس خبل بس مهمة اوي تورس بيتحرك ازاي لا هو عايز يحرك الامور محدش مهتم بديه اوي بيعمل لك امبرلا ويشتغل تحتك بيعمل فقاعة زي عادل امام ربنا يديله الصحة ربنا يديله الصحة طيب دي اكتر الدول اللي كانت بتغرد او بتكلم على عادل امام في المطلق النهاردة ودي كلام على اخر 20 ساعة لا اخد بالك حلو اوي المملكة المتحدة ده شيء مهم اوي الجوارة سويا بس كده المملكة المتحدة السودان السودان اليمن العراق دوليات المتحدة المملكة المتحدة متشغل اقوي بعادل امام فنان العادل امام غير اللي عادين هناك بس مش كله ليه اه بس ده احنا انا مجهز لك مفاجأة على فكرة 11 نوفمبر عشان نعرف ايه الدول اللي بتهتم بده و ايه الكلمات اللي بيستخدموها و ايه الحسابات اللي بتتلاعب فيها بس الحمد لله دكتور اشرف زكي نقيب الموسلين قالك لها صحة الاخبار متدولة حول وفاة عادل امام طيب من القصة دي القصة تانية الكاتبة صفي نازل قازم صفي نازل قازم طبعا كاتبة معروفة وعلى عينه ورسل لكن كل فترة بتثير الجدل بسبب تصلحتها طلعت بعد وفاة الكاتب الكبير بهاق طاهر بيوم بالزبط وقالت مات بهاق طاهر كان من كوابيس جيلي الثقافي لو جاملنا نقول رواقي متوسط الموهبة استحل لنفسه جوائد كثيرة مختصبة ممن كانوا احق شوفوا بقى هنا حصل اولا هي بعديها بعد الهجوم الكبيرة على صفحتها من مفروض متابعينها وجمهورها وده ايما غالبا يعني لما بيكون حد متابعك فده معنى انه فيه ود او فيه اهتمام فده تخيلوا اللي اول ناس هجموها هم المتابعين الرسالة التانية دي معلش الرسالة التانية هي بعتتها بعد كده بقولك لا يدهشني لعجاب الهادر النازل على بهاق طاهر فقد سمعت مرة احدهم يقول احنا من غير شادية ولا حاجة يعني بتصخر من فكرة ان فيه هجوم كبير جدا واعجاب ببقى هاقطر هي بتكلم على بقى طاهر موهبة متوسطة انا مش متخيج يعني واحد كاتب يا مش كده بس استحلل نفسه جواز كثيرة يا استاذة صفيناز هم الجواز هي التي كانت تذهب اليه ده كان راهب لا وخمستاشر سنة كان بره الرجل كان معتكف وبعيد عن كل شيء ملوش دعوه باي صدمات في الدنيا يا بتكلم تاري على فترة الستينيات لانه هو يعني من التامينات كامبر بس زي ده كاتب متوسط وهو اللي كاتب خلط الصفية والدير واحد الغروب دي لوحدها تاخد جايزة نوبل يعني واحد الغروب دي واحدة من اعظم الروايط اللي ممكن تكون موجودة في مصر في المئة سنة اللي فاته ولا الحب من اللي كاتب ده ده صالح راشد يقول من حق الجميع ان يبدي رأيه رأيا سلبيا في اي كاتب وليس بهاء طاهر وحده بموضوعية او دونها وهنا نتفق او نختلف اما ان يلقى بكلام عاطفي تافه لا دليل عليه بعد وفاته فهذه خصة وجبن يليقان بما كنا نظلناها شجاع فكرة ان حده يتوفى وتبدأ تلقي بسموم وكمان مفيش معلومة تدف تمسكها هنا وفي حد تاني قالك صافيناس قازم لم تكتب شيئا نقديا عن بهاء طاهر كي نجيبها صافيناس اقدمت على سبه بعد موته رحمه الله وفكرة ان حد يسبح بعد وفاته برضو كانت من حاجات المقيد طيب سيبنا من الترند السخيف ده لكن ناخد لقطة عمر دياب وحسين الجسمي يمبالح وكان قمتين يعني حسين الجسمي بلا منازع هو قمة الطرب في الامارات وعمر دياب طبعا هو الهضبة وقمة الطرب في مصر في العصر الحال بالارقام سيباكم النمبر باريون طيب بابلو ماريون بابلو اكيد عارفه احنا كلمنا عنه كتير وهو نجل من نجوم الراب وهو شاب اسكندراني جدع قوي وود فعلا فنان لكن اللي عمله النهاردة او مبارح تحديدا في الساد الهوكي كانت لقطة دمات قيل قوي النقابة الموسيقيين اكبرت كل الفرق انها تشتغل بفرق موسيقية وهو كان من ضمن الناس اللي عمله كده لكن اثناء الحفلة عمل لقطة نص نص ايه الجنون ده؟ ولقطة سامج يعني فكرة انها تحصب وارمي هي القصة كلها هو مش متعود يغني بفرق ماشي ده مفهوم لكن مفروضك تعمل بروفا واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هنفرض اسوأ سيناريو تلاعت على المسرح من غير ما تعمل بروفات وفجأت ان انت ادائك مش مظبوط تعصب على الناس ليه ايه الشغل ده يا لقت الميكروفون وبيكسر الميكروفون ولقوا راح على الاجهاز ورجع بعديها فكانت لقطة يعني من الناس علايت عليها وكانت لقطة دمات ورجع غنى تاني؟ غنى من غير الفرق هنا بقى انقبت الموسيقين بتوقع تحققها في الموضوع لانها هي اولا عملت قرار بوقف شعبة الراب ثانيا هي قالت ان مروان كان يشتغل الحفلة دي بناء على تصريح مسبق لست بقى هيحققه في القصة واللقطة اللي عملها مروان وبأمانة مروان لقطة مش حلوة مش ضريفة انت ناجم يعني مفروض مشهور ومعروف فدي مش حاجة ضريفة جدا مش اي حد يارف يشيل النجومية لا محتاجين يتدربوا عليها يعني لا انت اللي ما تشوف يعني قصة حياته لا ولد مجتهد يعني لا خط الاجتهد انا لازم احترم بالاجتهد احترم ما اقفع ده جيل استوا بسرعة جيل استوا بسرعة انا افضن يعني جيل استوا بسرعة هدف محمد صلاح النهاردة في فشباك ليدز والمباراة واحد واحد لحد كان جون حلو جدا كان هو في موقع كويس بس هو طبعا الجون الليدزي كانت جايبة الاول الماتش خلص واحد واحد بتاعي اه اتمنى ما يكونش خلص الشباب يأكدولي يعني انا الاخر قبل ما ندخل على طول اخر حاجة بقى دي حصلة في امريكا ترند ترند يعني حاجتين كانوا ترند في امريكا ودي اليوم علاقة ببايدن اول حاجة كان في مؤتمر الحزب الديمقراطي وفجأة فجأة يعني عشان نعبر عن ولاقه والله طيب ميش شكرا فجأة بايدن عشان يبين ولاقه لحزبه عمل ايه انا مش هادر اعمل له كله اعمل بس يعني انا مش رئيس اه بس يعني اداء مش صعب طلع وراح حط الشراب بتاعه وبينه الشراب الاحمر باداء ده كان عشان الالف فز ولا ايه لا ده عشان الحزب يعني ولاقه للحزب طبعا وفقا لقيامهم بتعدي طبعا من ناحية تانية جاب مجموعة او الحملة بتاعت الديمقراطيين جابت مجموعة من المؤثرين بتوع تيك توك قدلك تيك توك الصينية اللي كانت موقوف اللي هي اعلى شبكة اجتماعية انتشارا او نموا في امريكا جابهم واستصور معهم وعايز اقولك الشاب دي او مدخلة قلبة الدنيا كل الناس سابوا المسئولين والسياسيين واعضاء الكونجرس وراحوا يتصوروا مع مين مع شباب التيك توك دي اهم القصص اللي عندنا عايز تسمع بقى الو ماسك ولا الاهلي معتقدش وقت انه يسمح بالاتنين اختر واحد بالاتنين طبعا لازم نبريك لهم انا بكرا معايا الاستاذ عدل القيعي رئيش شبكة الكرة في النادي الاهلي هنحتفل بكرا بفضل عشان كده من البس الشاحمر بخزي الاحمر طبعا الاهلي طبعا كسب السوبر وطبعا هي بطولة عزيزة جدا مقارنة ببطولات الاهلي هي مش اعلى ولا اهم بطولة هو بياخدها لكن فهذه السنة القاتمة القليلة الشحيحة النادرة فالبطولة ليها طعم كبير جدا لكن اكتر حاجات فرقت مع الناس وعلقوا عليها جدا اول حاجة طبعا مروان مؤمن مؤمن زكريا وكمان لقطة شكبالة واحنا مش هنعلق عليها لانحنا مش متأكدين من زاوية الصورة عشان نكون واضحين تاني حاجة تصريحات فريرا مدير الفني زا مالك لمالك بنسبالي الرجل دا لك كنت شاكبين قوي بس تصريحاته غريبة اه انا فهمتهاش يعني عدت اشوف الفيديو مرة اتنين يعني ايه الهدف التاني ما احتسابش عشان احنا ما كناش مركزين وكون فيه اتنين بس مدافعين فما تحسبش بيهرج 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 يعني هو محرج اه لا لو قال لك احنا بطولاتك عادي عادي مؤمن الجماهير والشكل يا خالد كان شكله عبقري لستادي احنا بنوشكر الامارات جدا طبعا شكل النقل كان عظيم شكل الجماهير كان رائع والروح كانت جميلة جدا واللعب مع بعض حموين قوي فليحرق اهل الفتن من الفتن ومن الفتنة ويسيبون انا استمتع بالكورة وده اللي قاله الاعلامي الاماراتي الشهير يعقوب السعدي قالت مشهد شيكابالا ومؤمن زكريا اختزال حقيقي لما يجب ان تكون عليه الرياضة والكورة المصرية يدا وشفته هو واخده في ايد وراح وساد عب حافظ خد شيكابالا في حضنه يا عم الدنيا كورة تعليقات كتيرة جدا بتكلم على كريم فؤاد وبتكلم على بكرة 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 يوم الزمالك مفاز عملنا ليلة بيضة سواء خد الدوري وخد الكاس يعني خد بطولات يا سيدي ما احنا واخدين بطولات افريقيا وواصلين الناس ربنا يزيد ربنا يزيد لا والاهلي خد السوبر ببتالي عاكتا يا رب الاهلي واخد السوبر اتناشا المرة هنطلع فاصل بعد الفاصل هنستقبل واحد من اهم المخرجين المصريين مخرج له تاريخ عظيم جدا المخرج الكبير محمد فاضل مخرج الذي اطل علينا مرة اخرى بمسلسل الضحك الباكي عن قصة حياة الفنان العظيم ناجيب الرحاني واللي كتبها زميلنا الكاتب والسيناريست الاستاذ محمد الغتي المسلسل الزاعي الان عامل ردود فعل في البعض بوجه له انتقادات والبعض من فرحان بيه وده طبيعة اي عمل فني ولكن محمد فاضل الاسم الكبير الذي يعود مرة اخرى الى الدراما صاحب الراية البيضة وابو العلال بشري صاحب حب في الزنزانة لو اعدت لك اعد الاعمال العظيمة اللي عملها لن تحصى دعونا انا استعد الاستقبال فكرة هذه الندوة بتقوم على اساس ابراز دور الاعلام في تنمية الوعي البيئي كانت قضايا البيئية دائما لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم ان الاعلام هنا ليه دور حي ومؤثر جدا في تنمية وعي المواطن حتى يشعر ان قضايا البيئة دي هي بتمس حياته بشكل مباشر القضية عايزة جهاد كبير جدا وتغيير في القريطة البرامجية وفي السياسات الاعلامية عاوزين المواطنين يرتفع عنده الوعي البيئي والوعي الثقافي نبسط العلوم نقول مفاهيم بسيطة من هذا الاسبوع هتلاقي الاعلان اللي بنزله وزارة البيئة كله يتعلق بعدم حرق هاش الرز الفلاح بعد ما كان بيحرقه والنهاردة بيكسب منه 400 جنيه اول حاجة مصر عمت الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050 وحطت فيها رؤية وحطت فيها خمس اهداف منها ان هي تعمل الصناعة بشكل لا يؤثر على البيئة ويبقى تقليل الانبعاثات بتاعتها هذه الظاهرة العالمية التي تسود العالم بتؤدي الى كوارث بيئية وكوارث في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية اهم التوصيات اللي هو الالتزام بما جاء في اتفاقية كيوتو من تقليل الانبعاثات مراقبة المصنع بشدة وعدم التهاون بتأثير التغيرات المناخية التالي في حديث القاهرة بعد عرض الحلقات الاولى من الضاحك الباكي المخرج الكبير محمد فاضل في اول حوار يكشف تفاصيل جديدة ويرد على الانتقادات اشتركوا في القناة